السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين ثلاثة وعشرين تشرين الثاني اكتوبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح يظل لغاية صباح يوم الغد الثلاثاء الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت يعني اليوم في عنا خلو مسار في ساعات المساء القمر الان موجود في منزلة سعد الاخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وستعشر دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر بما انه موجود في برج الدلو معناته اليوم منشعر بالحاجة الملحة للتغيير لانه الروتين هو عدو هاي الوضعية يجب ان نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادي منها من ود الانضمام للنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة من ميل الأشخاص أو بميل الأشخاص اللي حوالينا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي برضو بإمكاننا أن نكون صداقات جديدة ونغير في مظهرنا أو قصة شعرنا أو حتى الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات زي شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال المنازل وأيضا في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم أول زاوية عند زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و 26 دقيقة فجرا بتوقيت جرانيتش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة أو ممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متأقضين في نفقاتنا ويجب تجنب الإفراط في الأكل لأن هاي الفترة ممكن نتعرض لعسر هضم أو تخمه الحدث اللي رح يصير اللي هو اليوم انتقال الشمس للعقرب رح تنتقل في تمام ساعة 24 دقيقة عصرا من برج الميزان لبرج العقرب يعني رح تبدأ في مرحلة عياد ميلاد موليد برج العقرب فما نقول لما حبايبنا موليد برج العقرب كل عام وأنتم بكل خير طبعا انتقال الشمس زي ما حكينا رح يكون اليوم في تمام ساعة 24 دقيقة بعد العصر ورح يظل الشمس موجود في برج العقرب للساعة 2 ودقيقتين من عصر يوم الأربعاء 22-11 لا ينتقد القمر بعدها للشمس لبرج القوس أهم شيء ان الحلقة صارت موجودة عند القناة لأنها هاي تعتبر توقعات شهر كامل لجميع الأبراج اسمعوها شوفوا التحذيرات وشوفوا الإيجابيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و3 دقائق مساء بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية سلبية طبعا وبتجعلنا سريعين التأثر وعندين غريبين الأطوار ممكن يتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة وممكن يتعرضنا للفرق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 7 و3 دقائق مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية صباح يوم الغد الثلاثاء ساعة 8 و32 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحوت هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أدول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية خلال هذا اليوم ولكن مش فيه فترة خلو المسار اللي بتيجي فيه ساعات المساء المتأخرة وهي طبعا تنطبق على الدول اللي بتكون يعني عندنا مساء عندهم صباح مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن يعني الجراحة مش كثير لأنه فيه زوايا سلبية يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح بالقص العلاجي بالنسبة للقمر زي ما حكينا نحن الآن في فترة خلو مسار أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 9 أيام في تمام ساعة 11 و 52 دقيقة ظهرا بصير 10 أيام نسبة الإضاءة 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان وبدأت انتقل للعقرب ورح تضل في العقرب ليوم 22-11 سعيدة بنسبة 45% الآن في ساعات المساء بصير سعيدة بنسبة 70% القمر في الدلو حتى يوم 24-10 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات العصر بتصير يعني منتحس بنسبة 50% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 سعيد بنسبة 10% الآن في ساعات الظهر منتحس بنسبة 25% الزهرة في العذراء حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوي لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو من لقاء مفاجئ لبعض الأصدقاء أو اتصالات حتى وبتقدر اليوم تطلب المساعدة من أي صديق أو معرفة مثلاً وما تتردد بتقديم المساعدة برضو بدورك إلى الأشخاص اللي بيحتاجوها منك في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينك وبين زملائك وأصدقاءك وجيرانك أهم إشي أنك ما تبقى واحد لأن المكاسب كلها من العمل الاجتماعي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب حائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية فترى فيها بعض الصعوبة أهم شيء أنه هذا يعتبر بيت السمعة لا تشوه سمعتك بأي تصرف ممكن يؤخذ عليك بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبعضكم ممكن يشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتق اليوم بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء رح يكون مميز أهم شيء أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية لأنها فترة مثمرة على جميع الأصعدة بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بينسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو موضوع قرض مثلا بالنسبة لموليد برج الأسد بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال ولا العصبية القمر موجود مقابلك تماما فبيجعل طاقتك ضعيف جدا وعصبي عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ولا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قصة من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضى وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسعر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة بكثير من المجالات وحتى بالأمور العاطفية فالظروف اليوم ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتحتله الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية وبرضو دير بالك محتمل يطلع لك مصاريف إضافية بدك تكون عقلاني برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها أو تبرر مواقفك وأيضا أفكارك بتنشط بالتنقلات والاتصالات اليوم راح يكون نشط جدا وفيه كثير من الأخبار المميزة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بيبتح لكم فرصة لمكسب مالي هاي الفرصة بتيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حاذرين من أي خطوة مالية جديدة خلاسية مشراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفائل وتنطلق وما تضيع هذا اليوم عليك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتبدأوا يوم أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم نشاطكم المفقود أكثر وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي في انفراج وفي تقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت بشكل جيد برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر ما زال موجود في برج الدلو لغاية صباح يوم الغد فعشان هيك بيت متاعبكم هاد بسيطر عليكم التعب اليوم كمان حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو صوت فاهم أو التباس فبدكوا تحاذروا من البدء بأي شيء جديد ولا تسمحوا للقلق إنه يسيطر عليكم ويمنعكم من التعامل أو العمل والنشاط نظموا أموركم وضعفوا مجهودكم عشان تحصلوا نتائج جيدة ولكن بدون اتخاذ قرارات حاسمة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء